اشتركوا في القناة فأما أن يأخذ الإنسان نصا ويترك نصوصا أخرى في نفس الموضوع أو توضح التقييدات الواردة في هذا الحكم فإن الإنسان يقع في الخلل والزيغ لا شك ولهذا يدخل في هذا من يتبع المتشابه الذي يتبع المتشابه لأنه لا يضم النصوص بعضها إلى بعض ولا يفسر بعضها في ضوء بعض فيقع في الخلل وهذا سبب زيغ الفرق الأولى الخوارج في طرف والمرجئة في طرف القدرية في طرف والجبرية في طرف كل منهم تمسك بمجموعة من النصوص وعمية أو تجاهل أو تغافل عن مجموعة أخرى من النصوص وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة فجمعوا النصوص جميعها فخرجوا بذلك الموقف الوسط الذي هو الصراط المستقيم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر